بعض الناس ربما هو يقرأ قرآن يمر على قصة مريم عليه السلام ويتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا المقصود بصيامها في هذا الكلام والله هو يعني الله أعلم ماذا يراد لكن المقصود كما يقول أكثر مفسرين هو الإمساك عن الكلام ليس الصيام الذي نعرفه نعم العبادة هو الإمساك عن الكلام ودليل على ذلك السياق إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فهي بمعنى أهل لغوي نعم وأهل اللغة يقولون للصيام هو الإمساك خيل صيام وخيل صائمة تحت العجاجي تعلق اللجمة يعني ممسكة وربما أنه وهو استنباط يعني من حال مريم أنها كانت نفسة و النفسة الغالب أنها لا تصم النفسة أنها لا تصم و أيضا يدل على السياق أنها لما جاءت بعيسى عليه السلام إلى قومها لم تكلمهم قد و إنما أشارت إليه و حقيقة هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى هذه آية من آيات الله أنها لم تكلمهم و أنها أشارت إلى المسيح عليه السلام و لذلك الذين كانوا حاضرين يعني أصابهم ذهول و ربما غيظ على مريم كيف أنهم يسألونها و هي لا تجيبهم فالله سبحانه وتعالى أنطق عيسى عليه السلام و تكلم في المهد و كان من أول ما تكلم به إني عبد الله تكلم بالعبودية هذا مع عقيدة التثليد لا شك شوف سبحان الله فهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى كذلك نأذنتم شيء قول الله عز وجل فكلي و أشربي و قري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي تشعر الحديث متصف كأنه في نفس اليوم يعني أنت كلي و أشربي لا شك و إن رأيتي فقولي نعم لا شك أن هذه الآيات هي شاهدة السياق هذا شاهد فقولي و أشربي و الأكل و الشرب يتنافى مع الصيام الذي نعرفه أو صيام الشرعي فإذن المراد بالصيام هنا هو تركها الكلام و عدم التحدث مع الآخرين و الحكمة والله أعلم نعم لأن كلامها مع الآخرين لن يجدي غير مصدق مهما كان و لن ينفع لأنها جاءت بهذا الولد و هي لم تتزوج فمهما حاولت أن تقنع فلن يصدقها كما قالت عائشة رضي الله عنه في حادثة الف قالت مهما قلت فلن تصدقون سبحان الله يعني هكذا الحال فإن الشيء الذي يكون مخالف للواقع أو مخالف للمتبادر الناس لا تصدقون حتى و لو كان من أقرب الناس إليك ربما ابنك أو أخوك أو يحدثك عن الأمر و يقول والله وقع كذا و كذا و أنت يعني ترى أن الوقاع و مجريات الأمر لا توافق ما يقول فلذلك أنت تمسك على تصديقي و ربما أنك كما يقول تمشي الأمر لا إله لله يعني قول عائشة رضي الله عنه لما قالت والله لو قلت لكم أني فعلت و يعلم والله أني ما فعلت صدقتموني نعم لأنكم متجهين هذا التوجه هذا و هذا الذي يظهر لكم يعني من القرآن و كذا لا شك رضي الله عنها و أرضاه المطهرة من كل دنس